مرحبا بكم في قناة تحفتيو بإقالة الجنرال جبار مهنة قائل المخابرات الجزائرية وقالوا أنه سبب الأول مدعين أنه هو من كان محتكر لسوق العملة صعبة وسقوطه أدى للارتفاع لكن خبراء نفوه هذا الأمر كليا مؤكد أنه طرح غير منطقي وإشاعى من يقفون وراها هدفهم أن يلتهب السوق أكثر ويحدث المزيد من الندرة مؤكد أنه لا علاقة بين ارتفاع سير ليورو وندرتها مع إقالة جبار مهنة لأنه أصلا اليورو مقبل دينار دل يرتفع منذ سنوات طويلة كل شهر يقفز إلى رقم جديد بشكل تسلسلي وحسبهم الربط الوحيد الذي قد يكون معقول للارتفاع مع إقالة جبار مهنة هو ربما فقط أصحاب الأموال الطائلة والمكدسة للدنار أحس من أن تغيير رئيس بولي مهنة أن هناك ربما إجراءات وقررات ستمس كبار رجال الأعمال أيضا الذين لازالوا يرفضون وضع أموالهم بالبنوك والرفض كليا لدعوته بخصوص استثمارها وتحرك الاقتصاد بها لهذا فئة قد تكون لجأت لشراء كمياز ضخمة خوفا من أي إجراء أصددهم وهو مأحدة ندرة وبتالي ارتفاع قياس في سعر اليورو إذ أنه أصلا أمر منطقي أن يرتفع نظرا لزيادة طلب عليه هو شراء أغلبه وأي تغييرات في السلطة قد تحدث تزعزعا عاديا لكن تدخيم وإلسق كل شيء بمهنة هو أمر غير معقول حسب ذات المراقبين لأن هناك أمور كثيرة لها عدة عوامل بهذا الارتفاع كذلك الأمر الآخر كثيرون ربطوا ارتفاع سعر اليورو بالمغربة المقيمين في الجزائر سواء المقيمين في الجزائر بطريقة قانونية أو غير ذلك لأنه حسبهم المغربة ممن يتخوفون من ترحيلهم توجه مباشرة فور قرار رئيس عبد المجيس بون بفرد تأشير على كل مغربة لأنه حسبهم المغربة ممن يتخوفون من ترحيلهم اشتروا واستبدلوا كل دينار الذين يمسلكونه في الجزائر باليورو من السوق السوداء خوفا من ترحيل أو أي إجراءات أخرى وهو كذلك أمر غير منطقة حسب المراقبين ولو أن إجراءهم صحيح يمكنهم الزيادة الطلب على شراء اليورو أن يزيد سعره لكن ليس بهذه الدرجة الجنونية الغير مسبوقة نفس تأولات إدعاة أن رجال الأعمال الأسرق والعمال الأجانب في الجزائر توجهوا أغلبهم دفعة واحدة لشراء اليورو من السوق السوداء وهذا أيضا لن يكون السبب الوحيد وراء الارتفاع القياسي ما يعني أن هناك الكثير من العوامل تركمت فجأة في توقيت واحد سواء تغيرت في السلطة إلى عقوبات الجزائر على المغرب وكذا تحويلات المستمرة للأجانب لأوام والهم في الجزائر من الدنار إلى اليورو كما هو معلوم مع عوامل أخرى كثيرة حسب دست المراقبين مؤكد أن من يربط هذا الارتفاع الجنوني بسبب واحد فقط هو مخطأ بل بسبب عدة عوامل وصار كومات أدت لهذا الارتفاع الكبير أما عن الانهيار في الدنار فهو مقتصر على السوق السوداء فقط بل هو أصلا ارتفاع جنوني في سهر اليورو أما في البنك الدنار فهو لا يزال تبتا وكما هو طبعا الاقتصاد الجزائري أي تحسن فيه مستقبلا سيسهم في ارتفاع الدنار والعكس صحية أي تراجع في الاقتصاد سيؤدي إلى تراجع كبير في الدنار المغارب المقيمين في الجزائر فريحون ويستبشرون بعد صدمتهم الأخيرة محدرين ملكهم من أي تصحيد لتفادي أي عقوبات أخرى ورئيس بون يعلم محمد سادس درسا للنينساه وقرار تاريخي بداية وبعد قرار رئيس بون الأخير بفرد تأشيرة على حميد جوى السفر المغربي نظرا لاستغلال بلدهم هذا الأمر لتنفيذ مخاططات بإدخال عدد هائل من جواسيسه للجزائر وفي أكثر من مرات تم توقف الميات أما وبعد صدمة المغارب المقيمين في الجزائر سواء المقيمين بطريقة قانونية أو غير قانونية ممن يشتغلون في الحرف وحسب التقديرات الإجمالي يقدرون بمئة الألاف ولكن هناك فئة ممن يقيمون بطريقة قانونية ولهم أسر وقرابة فرحوا بالتحليل بعد الكشف عن تفاصيل الجديدة المنبتقة من قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد سنبون مفده حسبهم أنه صحيح الجزائر لن تتسهل إطلاقا مع فرضها التأشير على كل حامل جو السفر المغربي وستشدد الرقابة كثيرا على كل من يدخل إلا أن الأمر لا يطمئن من لهم أسر وقرابة وعائلات في الجزائر ويترددون بشكل قانوني باستمرار إلى الجزائر لسيارة عائلتهم وحتى أولئك المقيمين بشكل دائم بكونهم لن يكونوا ممنوعين من دخول الجزائر أو يتم ترحيلهم بل كل من يتضح أنه لا تربطه أي علاقة بنظام المخصر المغربي ولا أي مخطط ولا أجندات في الدخول والخروج سيتم السماح لهم بالإستمرار في الإقامة أو الدخول والمغادرة واقصارات طبعا مع رقبة شديدة عند الدخول وعند أي خروج أما من يطبط عملتهم للمخزن سيشتبون نهائيا ويمنعون من الدخول ومن هم بالداخل سيرحلون دون تردد لأن الرئيس بون يهدف لوضع حدها إلى كل مخططة نظام المغربي وتنظيف البلاد كليا من جواسيسه ممن يدخلهم باستغلال تسهيلات الجزائر سبق لهم لدخول أراضيها كما قال مراقبون أن المغرب الذين يدخلون بطريقة غير قانونية سوف تشدد عليهم الرقابة كثيرا ويمنع دخولهم نهائيا لأن النظام المغربي أيضا يدخل بين أولئك الحرفيين جواسته ومن يجاندهم لتنفيذ أوامر المخزن المغربي وخططه فالأمل القومي والسيادة وحماية الوطن دخل من أي مخططات خط أحمر وهو الهدف الأكبر والأسمى والأول لقرار رئيس بون واتخذه للقرار هذا الذي أقره وأكد أنه صارم وجد حاد لكن أكد في ذات الحين أن من يتحمل المسؤولية هو محمد سادس لأنه دفع الجزائر ولم يترك لها إلا اتخاذ هذه القرارات الصارمة التي تم سحة شعبه المغربي والتي أعلنت للجزائر أنها تخذتها آسفة إلا أنها ظلت لسنوات تحاول إبعاد شعب المغربي من أي إجراءات لكن لخيار أمام هلان على إترسغل النظام المغربي حتى لتسهولة الجزائر مع حركة مواطنين وعدم فرض التأشير عليهم وقال مراقبون أن الرئيس بون يكون بهذا القرار بعدم غلق الأبواب كليا في وجه المغرب الذين يكونوا مسالمين ولا ينخرطون في أي مخطط وأنه لن يرحل من يكون خير من خارطين مع المخصن قد أعطى لمحمد سادس درسا لكن وجب على محمد سادس أيضا أن لا يثمده لأن الجزائر قد تصاعد أكثر وتقطع العلاقات أكثر وتشدد الإجراءات خاصة مع منهج رئيس بون بالردع وكل استفزاز مخزن يواجه بعقوبات جديدة الجزائر تلب النداء سريعا بعد سنجاد لبنان بالجزائر لمساعدتها مدى أرسلت ورئيس بون يحرك مساعدات إنسانية ضخمة ويصنع الإسدنة بداية لبت الجزائر سريعا طلب فور سنجر لبنان بالجزار على إطر طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة صرف الأعمال اللبنانية أمين سلام من الجزائر دعم تجهيز أماكي الإيواء التي فتحت أبوابها لاستقبالها وقالت الوكالة اللبنانية كذلك للإعلام أن الوزير سلام زار في إطار جولته لحشد الدعم الإنساني للنزيحين في لبنان سفر الجزائر راشيد بالباقي في مقار صفارة حيث شرح لسفير بالباقي الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين أماكن لائقة للأهالي النزيحين وتلبية حاجتهم اليومية كذلك الجزائر حسب صحف محلية عدة تشرع في إرسال مساعدة إنسانية ضخمة نحو لبنان وترسل اتباعا لتخفيف من وطأة الأزمة الحادة التي يمرون بها جراء تطورات الميدانية المتصاعدة في الأيام الأخيرة أين فتح الرئيس بون مجددا خطا مفتوحا نحو لبنان لنقل كل مستنزمات الإنسانية التي طلبها لبنان وأكتر وكان الرئيس الجمهوري عبد المجيد بون قبل مدة أمر بتحريك سفينة غاز ضخمة إلى لبنان في جراء أن قطع الكهرباث